نوستي هوميز رجعنا لكم بحلقة يديدة اليوم عندنا ضي شوية غير نوستي هومي شلونك؟ ياهلا والله شوانك شخبارك؟ عرفنا عن نفسك اتوقع أنا وياك نعرف بعض من السنين من ايام سايد كيك اكاديمي من ايام الفيون القتالي أنا لم يكن نمارسها قبل بس انت تعتبر أخوي وعزيز وغالي علي يور كنسر دا فاميلي فاندا بصراحة وحق الناس اللي ما تحرفني فيصل عيسى وصالي تقريبا قريبا 15-17 سنة في مجال الفود وبراج اندستري ونت اجدت قريبا قرارة فريدس شكس فريدس شكس نعم نتحدث عن فريدس شكس باعي بس بالبداية امم كنت تعمل بكورت لجعب يعني تعمل ببنك ماذا تجعلك؟ تقرر أن تدرس تصير شف الموضوع كان مدرس من زمان حتى أنا صغير حتى قبل أن أصدقائي يقولون أن الأصدقائي يجب أن أصدقائي من شخص لا أعلم، أتمنى أن أكون غلطاً ولكن نجعل هذا النقاش على الجمهور و ما بينهم ولكن أنا كنت مارس الطبخ و أنا عملي تقريباً التعسلة كانت هواية و في نفس الوقت كانت قليلاً على أبوي أن هذا يتعبث بالمطبخ و كانت قليلاً 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 و لم يركز على دراسته و الأمور هذي خلصت تنوية تخرجت هذا تجامعة وتخصصت تسويق إدارة تعمال لكن الخطة كنت أريد أن أخلص من دراسة الدبلوم على أول سنتين كنت أريد أن أدرس شيء اسمه كوميرشيال كوكري أو كولينري ستاديز المدرسة متخصصة حق تدريس الطلاب حق قطاع الفنادق والمطابخ يعني عساس أن أرخص الموضوع و في عدة جامعات و في عدة معاهد أنزين تحس أنه واحد في ناس تعرف تطبخ أنزين فاللي عارف يطبخ لازم يروح يدرس ولا الدراسة أكثر حق واحد يريد أن يدش مجال الفود المدرسة يعني يجب أن يفتح مطعم يجب أن يفتح هذا سؤال ممتاز شوف عندما تطالع عن الانترناشنلي والنون شفسي الموجودين داما دار العالم ليس كلهم راحوا جامعات طبخ وتخصصوا بالكولينري و الأمور هذي فيه وائد وائد أشخاص صراحة يدرسوا الشغلة هذي وبالنهاية المدرسة و المدرسة و المدرسة عندهم هذا شيء موجود فرقم واحد لازم يكون عندك شغف كبير حق المجال هذا لأن المجال هذا مترمو سهل وعليه ضغوطات نفسية وجسدية يعني وقفة المطبخ مو سهلة و المدرسة خصوصاً إذا أنت قاعد أبديرها بمنطقة وإن فيها تنافذ شيء غير طبيعي بالكويت المدرسة لازم يكون شيء جبار فأنا اختراحي أو أنا رأيي باستخدام أنا أنت لازم تشتغل بالمطبخ وتكرف نفسك و مني هذه المدرسة الأساسية وين أنت تتعلم تتعلم عن أساسيات الـ F&B تعلم عن شون تتعامل مع الموردين تتعامل عن شون تتحمل ضغوطات المطبخ إذا كان فيه طلب كبير عليك خصوصاً إذا أنت بمطعم وين تهزى هاي رابيتيشن و الكل يدري أن أنت أكلك جبار وشغلك ممتاز بس بنفس الوقت لما أنت تتكلم عن موضوع جامعة الطبخ جامعة الطبخ أو الكرناني سكول يعلمك البيسيكس البيسيكس عن شون تقص شون تسوي مينيز من سكراتش شون يعني الأساسيات البكتيرية والفوت سيفتي والأمور هذه هذه ممتاز بس الدرس الأساسي وين أنت تتعلم لما أنت تكون بالمطبخ كنت تنكرف ثمان تسع ساعات باليوم حسنا يعني شيء يساعد بس ما هو أساسي ليس أساسي يساعد بس ما أساسي إذا أريد أن تتعلم بين المطبخ و خبرة المطبخ أختار خبرة المطبخ لأن خبرة المطبخ هي التي تعلمك الضغوطات الأساسية والجسدية لأن الشغلات التي تحدث داخل المطبخ في وقت العمل لا يعلمك في مدرسة الطبخ فقط يعلمك البيسيكس كيف تقص كيف تقص كيف تسخن كيف تقص كيف تجعل المكان نظيف لكي تفتيش أن كل شيء نظيف 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 هذا السؤال جيد لأن الناس يقولون ليس أروح أدرس أنا أعرف أطبخ ليس أروح أدرس نظيف هناك الكثير من يعتمد لأنك قناعاتك الشخصية لأنك تعرف أنا أبسط مثل أنا قبل أن أدرسة الطبخ كنت دام بمكان اسمه واسابي مطعم ياباني كان يوجد في مكان حتى أصبح وقبل أن أقوم بعمل كامل هذا المكان أعتبر هذا المكان أين قد بدأ أبدأ هذا المكان من أن أصبح عدد أو كيف أن أصبح هذا المكان الأساسي وين أبدأ ومعنق 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 أطبعي كم شخص بالنهاية لكن بعد ما اختبرت نفسي ودشيت بالمجال هذا مدرسة الطبخ هي الأساسيات التي أحتاجها لأن هناك شيئات التي لم أكن أتعلمها بالمطبخ وتعلمتها بالمدرسة وتعلمتها بالمدرسة وتعلمتها منك أنزين أنت بلشت بالأكل الياباني نعم هناك سبب لماذا؟ كان عندي غرام كبير ومحبة حق العدد التغاريد اليابانية والعالمي كولتشر والمور حتى لو كنت عليها بسن المراهقة الآن إذا رحت بيتكم هل هناك كتانة؟ نعم لا أخشوش بالكبت أسأل أسألة لا أحد يسأل لدي سكرولز بعد أخذته من توكيو حسنا نعم 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 وعندي هم بعد ستشاتين يابانية لم أخذهم من تسكيجي ماركت تسكيجي ماركت تسكيجي ماركت مثل السوق السمتش الذي في توكيو يعني الشغف لي شوف لو أكون صريح معاك أنا أتوقع أن هذا الشيء بمجال الطبخ بسبب حبي العداد التغالي اليابانية والطبخ الياباني بعدين عقب ما رحت دبي وتخصصت بالدراسة هذه تدرجت بعدة أسباب أو عدة يعني أساليب الطبخ يعني كيف تصنع باستا كيف تصنع ميونيز كيف تصنع هذا وذلك يعني موضوع مجال الطبخ وأنا ما قاعدت أنه لا بس بسوي سوشي لأن على حسن طلب السوق أنا اضطريت أني أنا أتوسع زيادة وأضطريت أني أنا أدش بمجالات الطبخ يعني بشارات ثانية ما أتوقعت أن أستطيع أن أفعلها يعني أنا على سبيل المثال فترة كورونا باللوكداون صار عندي أبسشن على موضوع أنا شون أسوي خبزة الساوردو أذكر أذكر أخذ أي خبز و أرى تقريبا ستجد 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 مقادير 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 تجد يجب أن يكون ثلاثة مقادير ملح ملح طحين وماء هذا 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 يجب أن يكون تجد على أيام الفراعنة وعلى أيام الحضارة اليونانية هذا ستجد موضوع وماء وماء يستخدمون لأن يزيدون الخبز لأن لا يقفل حسنا الآن الخبز التنور الذي نشتري هذا يعتبر صحي أكثر من ما ترى حسنا 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 يتحدث عن موضوع نحن لا تعد عن النشويات فقط تأكل عيش عيش ممتاز صحي لكن إذا مضطر أو تأكل خبز لا تأخذ الأشياء الآن ساوردو ساوردو كثير نحن هناك مركز سلطان هناك أماكن مثل تطلب أون وصنوكيا هناك تدش طلبات يعني يبيعونها كاملة 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 ساوردو أو أم ساوردو خبز خبز بقيت ساوردو ساوردو المخبوزات نوعا ما لدي أكثر عن الموضوع لكن أكثر أحب هو لأن تعمل خميرة جاهزة الناشفة ما تعمل ماء وصنوكا وصنوكا وطعا وصنوكا يمكنك فقاعات تصبح ما يصبح من الصوات كمها رائحة لا أرغب هذه من أجل من الصوات بكتيريا بكتيريا في النهاي بكتيريا أو بكتيريا لأن لتصبح أجبان أو لبن الذي يسمى بروبيوتكس حسنا 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 اللي عرفت انا من البروباياتيكس انه وائد زين حق المعدة نعم فالحين الاجبان فيها البروباياتيكس بس قليل نعم كمبوتشا ايه جربت انا ايه حسنا ان افكر انا الكمبوتشا ممتاز الان افكر انه ايه فقالوا لي كفير زين وكمتشي زين كمتشي ممتاز لان انا سوا دراسة كمتشي موجود بالكمتشي المخللات او الشغلات اللي تنشرب مثل الكمبوتشا واللبان هذين ممتازين وكفير ممتاز اوه انت الان تعمل وانت دراست طلعت من الدراسة اوه اوه الموضوع ان اخرجت من دبي ورديت الكويت ايه اوه 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 كنjs اوه 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 كنتو اوه اوه سنتين ثلاث سنين اوه اقبالية موضوع الاستشارات لأن إذا تتكلم بين 2016 و 2018-2019 هذه فترة سعودية تتفتح زيادة على موضوع السياحة موضوع توسع المطاعم وصار فيه استثمار كبير من ضمن السياحة فوايد من السعوديين يتوصلون مع كويتيين بخصوص موضوع أنه يجبون استشارات منيو ديفلوبمتس أو يجبون استشارات بخصوص موضوع أنه يسون كونسبتات جديدة وأنا الحمد لله بالفترة هذه وايد 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 استفت بالفترة هذه يعني أدد ملتبل كونسبت بالمملكة أوكي يعني لما تقول سويت كونسبت يعني أنت شلون الطريقة مثلا أنا إيايلك نزين أنا نحن بفتح مطعم إيه إيايلك أقول لك أبي أسوي مطعم خنقول فكرتها فيوجن بين إيطالي و هندي مثلا إيه نزين فهنا أنت و التكمليش بس يلا كي مشكلة لازم نخلي الشي صعب شوي إيه إيه فأنت هنا تفكر أو تعطيني منيو أو تعطيني أكل أجربة أنا أو شلون طريقة شوف الموضوع دائما لما العميلي يلي بيفتح مطعم أنا دائما أقول لك ما خبرتك بالمجال المطاعم هل هذا الشيء أنت حابة أو لا حابة أنا بكل بساطة أقدر إليك أعطيك منيو و أدرب طاقة من العمل و مع السلامة و أذهب بس إنه ما يحدث عقب مع أنا أذهب كل هذه الأسئلة لازم تسأل نفسك فيها تطرح نفسك فيها قبل أن تفتح لماذا؟ لأن أنت مني راح تقدر تعرف أن على أول سنتين هل أنت راح تقدر تستمر أو لا فالخطة الأساسية التي يجب أن تضعها أن لماذا أنا أفتح ردا على سؤالك يا طارق على موضوع أنا أقدر أوفر أقدر أوفر لك الشغلات التي تحتاجها لكن إنه من أن تستهدف وما يجب أن أكلك مقارنة بين منافسينك يعني أنا عندما أدخل أنا ما أفعل أعطيك موضوع عن نوعية المنو التي سأقوم لك وسواذ أنت مغتنع فيه مغتنع في هذا يراجع لك أنا دائما أقول لأساسية أن خطتك الأساسية أن حتى لا أخلص موضوع موضوع هل أن تستهدف شريحة معينة أم هل أن تستهدف أن تستهدف على مغتنع لأن مغتنع سيجعل مؤينة ثم الناس تستهدف لأن يجب أن تستهدف لأن تستهدف مقارنة بين منافسينك وليس لقد تستهدف هذا موضوع فريتشيكس قبل قرر أن قلت مع نفسي و سألت هل مغتنع في الكويت مغتنع لديك مغتنع مثل جايانت مثل كي اف سي تستهدف ومغتنع ممتازة وهذه لا تستهدف شريحة كبيرة من الماركت فإذا أنا سألت نفسهم سألت أن أخذ قليلا من مغتنع فإذا أن تستهدف فريتشيك أنت لا تستهدف أنك تستهدف أنت أنت أنا قلت نفسي فألت ماذا يمكن أن أفعل مختلفة فكرة فكرة تستهدف أفتح فريتشيك وين فريتشيك أفرو أمريكا أنت فاهم فكرة الأفرو الأفرو المثل فاهم الخوار في أمريكا يموتون على الأخذ لمشاهате أما من خلال أمريكا ممت slime يكبر المشاهدة أفضلا من كي اف سيم مليون مرة وانا تلاقي ان الاب يعطي الوصفة حق ولده وهذا يعطي الوصفة حق ولده وانا تستطيع الوصفة من الوصفة عن موضوع الوصفة فانا انك انت بفتح كونسبت وين يكون الوصفة الوصفة وين يعني انه افريكا امريكا يعني سول فوود سول فوود هذه الفكرة هذا الشيء ما تطبق الكويت وموضوع ان نفس السؤال اللي تشوفها بالفرايت شيكنز بالكويت تتكرر كل مرة كل شوية قاعد تشوف لي توستر كل شوية قاعد تشوف لي والله السراتشا ميبل مثلا يعني هذي الشيء قاعد تتكرر الوايد اوكي تحطها بالمينو بس حطها بالطريقة وان انت قاعد تسوق نفسك بطريقة مختلفة فلما انا فكرت بالكونسبت وسويت المينو ديفلوبنت انا احس نفسي ان انا انا اتجميز بالتصوير والتيست فهذا هو اللي يتميز بالتصوير اوكي انا اجلت المكان بحوالي بس انت لا يتوصل فلازم تتحرك الواتساب لا يوجد داينن او فقط ديليفري مطبخ صغير ايه توني يبدأ اول فرع انا لا اعرف ما هي القبالية بس ان شاء الله ستوسع زيادة قريب بس مبدئيا انت عندك اختيارين او تطلب عن طريق الواتساب نوصلك ايه خلال ساعة ونص خلاص انا امرك ايه 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 متى تفتح نفتح من اثنى عاش لاثنتين اوكي نايس ايه اثنى عاش الظهر لاثنتين فيير اوكي حلوة يعني اطلع من النادي ايه 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 بسحر قاعدة لعدها ايه انزل فالحين اوكي هو انت لما قلت لي القصة ان شلو طلعت بالكونسب اعرفت اول شي قاعد تذكر تذكر هاك الفيديو تقول تماتوز بوتايتوز ياس 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 ههل ايه الاشياء لماذا تسميتها فرد بن حينية والطلايل الشكر نعم طinski حأنا عندنا كان ان ت ؟ وسط اشخاص لصولي تحتاج اشخاص ع 2007 اشخاص لصولي يعني مثال harvi خari التركيز لا الواضح لا400 ولكنه لأنه 男 saud enthusiastic ولكن لكنه هو توقف لابس الكشة وضع الكشة هذا هو المشكل الذي لم ترى دائماً في الكويت المشكلة من المشكلة بالأمان المنظر في الـ 1970 أو الـ 1960 هذه الفكرة تقوم بموضوع المشكلة بالأمان المنظر في الاتصال حسنا نتوقفنا نذهب يحيك يحيك الآن أسألك سؤال الآن أنت الـ local concept ما هي الصعوبة من الـ local concept يقاير الـ supply chain لأن هناك الناس تقوم بمقاطعة الآن هناك أماكن أنا أشرب مشروبات غازية لا يحصل غير أشياء المفروضة فصعب أن واحد يحول من شيء إلى شيء ثاني ولا يوجد ملتزم لا يوجد ملتزم أعطيك أبسط مثال على طالي موضوع المقاطعة هذا أنا طبعا أفهم لماذا المقاطعة ستحدث وأنا لا أستطيع أجبر الزبون لا تقاطع لأن سأخسر بالعكس لا يوجد ملتزم ويجب أن أفعل ذلك أيضا لو أنني في مكان الزبون لكن نحاول من كثير أن نستخدم ملتزم 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 نحفز اقتصادنا ونحاول نعتمد على نفسنا أكثر أنا أحدا كنت على مكالمة قبل شهر ونصف وشهرين مع أحد مورديني فيه فرايز براند معين ما قدر تيبه بالكويت كان توفر بشكل غير طبيعي بس بسبة موضوع الحرب غزة وعلى موضوع أنه فيه شحنات مادش فيه صوب اليمن توصل لي الخريج بسبة الحرب ف فيه دليل بشيب منز فأنا مني أنا قاعد أتوحق أنا وايد بالموضوع هذا ف وعندما إذا كنت إذا كنت موضوع وكتبت موضوع المقاطعة هذه فرصتك أن ترى موضوع موضوع عندما يكون هناك موضوع مثل الكنزة كولا أو الكنزة بيبسي ما يسمونه منتج سعودي وشركات 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 وحمد الله لديه قبالية لديه قبالية لكن فرص كأفم بي نحن نحن حسنا من شخص الذي يتعامل موضوع المقاطعة يجب أن يتوحق أنه يتبع موضوع المقاطعة حسنا لا يوجد نحن نحن عن طريق المركبات يعني سبلاي تأثر سباة وحرب في الإيكراين بعد سبب الموضوع بدأت بكورونا ومن كورونا لم تكن فقط في الـ F&B ومع بـ Tourism أنا أذكر قبل كورونا كنت أذهب إلى اليابان كل سنة تذكرتي كانت تصل تقريبا حوالي 700-800 دينار حوالي 2 بيزنس الآن كانت تصل تقريباً حوالي 3,000 أو 2,800 يعتمد طبعاً على أي نوعية الطيامات تستخدمها ولكن هذا لا يجب أن تشعر عدة قطاعات عدة مجالات فعندما بدأت الموضوع من كورونا ومن كورونا حرب أوكرانيا ونحن من حرب أوكرانيا لحب غزة الآن لدينا مزارع بلوكويت هل تستطيع تستطيع المزارع التي لدينا ولا تستطيع المزارع التي لدينا أو تستطيع المزارع التي لدينا لا أعلم أنا شخصياً أتعامل مع شركة كنانية فرمس شركة كنانية فرمس لأنه يعتمد على المواصم لأنه لا تنسى الجونة والإقليم في صحراوي أنا بالنسبة لي أحلى بطاطة عندي بطاطة الكويت حق قلي يعني إذا كان فيه أشتري لأن حق قلي وائد حل بس يعني شيء موسمي على حسب الموسم فهي اعتمد لماذا من المطاعم لا تسوي أكلات موسمية تغير الموسم مع الموسم صعبة صعبة سأخسر سأخسر يعني هذه الأشياء يجعلنا باوربا يعني باوربا تلاقي عادي أن مطعم يسكر نص موسم ويفتح بموسم معين ويكون فيه ويتينج لست كونسلت يعني خمس ستة شهر مقدمة لهدف تايم هذا يسمونه المشلين ستار رستورانس المشلين ستار رستورانس يبقى لك ثلاث تشعمت القلك طالح انزين احنا عندنا مشلين ستار رستورانس لا ليش شنو الأسباب يعني فيه معايير حق مشلين ستار لا ما فيه لأن لعدة أسباب رغم واحد احنا مو دولوسياحية رغم اثنين موضوع منع الكحول مشروبات كحولية بالكويت اه فعلا شي مهم حق المشلين ستار نوعا ما يعني يديش بالتقييم نوعا ما يعني أنا حتى صاحبي شف كويتي اسم عبد الرحمال خشان حالا فيه هو في بانكوك صور لي مشوارة بانكوك بسطة عادية كراسي بلاستيك نظام تشوفها بالمباركية وكراسي عادية نودلز نودلز وباتاي ومشلين ستار يعني أنا مبهرت لما شفته شي هذا مبهرت المشلين ستار انت عندك أعلى جودة أكل وانه عليه قبالية كبيرة وانه ستار مبهرت بسنوات طويلة بسنوات طويلة بس بالكويت يعني أنا مثل ما ذكرت لك يعني في عدة شغلات وعددة تحديات وانه يتمنع موضوع انه يكون في ميشلين قايد انه حتى نيوم الكويت عندك موضوع المنعس انه ما عندنا سياحة ما عندنا كحول وبنفس الوقت الماركت او تركيبة الماركت اللي عندنا ممهيئة انه يعني يسمحك هكذا يصير في عندك التوب ففتي وانا اتوقع انه في وائد مطاعم بذي قيدة تنرسل التوب ففتي ايه كونسفتات كويتية وعافية برافو عليهم يعني بالعكس هذا الشيء ممتاز انزين الحين ليش ما عندنا يعني كل الاشياء المطاعم اللي تطلع كلها اكثرها واجبات سريعة ايه ليش ما عندنا فاين داينيغ يعني قاعد اتشوف انه قليل كونسفت فاين داينيغ قاعد يفتح الفاين داينيغ انا دائما لاحد يسأني هالسؤال اقول ان هذا شيء مرتبط بموضوع عاداتنا وتقاليدنا والديننا كلها بالكامل لان بالنهاي احنا لا تنسى احنا نحتبر بدو او عرب يعني احنا نفسنا نفسنا انه تقعد بسم الله ويلا وكل والحمد الله واجبتك او اكلك ما ياخذ اكثر من يعني ما تأكل ما تطول اكثر من 10 دقائق اكثر من ربع ساعة انطولت 20 ديقة هذا تأخذ راحتك وانتقعد الفاين داينيغ كونسفت دائما مرتبط بموضوع الفريز و المطاعم المطاعم الموجود في الإمارات في دبي نقوم بالطاولة و نقوم بالطاولة و يتلقى يومنا بطاولة نقوم بالطاولة لنا طلبنا البساطر نقوم بالطاولة أخرى بأنهم يتساعدون الوقت يأتي بها و يسورفون لأنهم بالنسبة لهم الدائنين مرتبط على موضوع السوشيلايزن فالكولتشر يختلف فهو ويد موضوع مرتبط بموضوع كولتشر للالكوهول دائنين فعشان شديد الفاين دائنين لو يعني في أبر كاجول بس توصل بموضوع فاين دائنين انت تحتاج الالكوهول هذا رامة 1 رامة 2 تحتاج انك تحط شغلات بالمنو ويوجد فقط 5 من 100 من شريحة الكويت تفهمها لأننا كويتين كخاريجين نريد شئ متكرر ومعروف وليس نريد شئ متكرر لأحاول مناعج لا تحتاج إلى رسطان و ترى أنهم حضروا أسكارغو ما ترى أنهم حضروا أسكارغو ما ترى أنهم حضروا أيسترز هذا الشئ نستعد ما ترى ستغير أنا أذكر بالتسعينات أو كان بالألفين لا ألفين لما جربت سوشي يعني تردت أكثر من مرة قبل العاقل سمجني سوف نقولك إن شاء الله طارق ردنا على سؤالك على موضوع سوشي السوشي تدرج بالكويت بطريقة بختلفة بالفينات السوشي بس تلقى بالفنادق بس من الفنادق شوية تدرجت على موضوع أنه فهو تبدأ لتأكد البناطقين مثلا لكويت سوسا، صوتي و ساكورة عندما تدرج الأسر الموضوع عاقل المستشفى سوشي سوشي أخيرا بنسبته سوشي المي存ات في المتابعة في موضوع المستشفى للنفسية التي ترىها في أورا عندما ترى الأسرى في المكان هل يحتاج إلى مطاعم السوشي الذي نرى في توكيو؟ لا يستطيع الوقت هذا كل ما يعتمد على التنمية الاقتصادية لا أقول التنمية الاقتصادية يجب أن تتطور لكي يكون لدينا مطاعم هذه لكن يجب أن تكون لدينا مطاعم ويجب أن تكون مطاعمة أكثر الآن السوشي الذي يصل لنا السمت يوجد من خلال كيف يكون المطاعمة؟ أكثر من نورويا من أوروبا لكن يكون مطاعمة مثل ما يوجد موضوع البلو فنتونة الذي يعتبر من 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 الأسماء النواد الموجودة في مدار العالم لكنه يجب أن تجد منه وإذا كنت تجد منه يجب أن يجب أن تجد منه وأنا أعرف ويجب أن تجد منه مطاعمة من من يابانية أو من سقبور أو من اندونيسيا هذا الحال لغاية وإذا كنت تستخدم هامور ولكن كانت تستخدمها أو السمت المحليا لدينا لكي ترغب سوشي انتظر أنه被 اضيفة هامور بالسوشي أنت أنا أقول لا فأسبتنا لن يحكسوا شيء سويناها قبل البصابي لا يوجد عجازف حامور مطبق ليس لا تاكل له حاوض كلها في الهوت بلت لما جربتها أول مرة جربت أذكر أنه لم أحبت لأنه كان هناك صفارة أسماك نهرية أكثر يستخدمونهم أغلبهم أسماك نهرية فبعدين اكتشفت أن يجب أن نجربها أكثر من مرة لكي تحبها من أول مرة يكون شيء غريب بالنسبة لي كان غريب لحكت على الفنار قبل السوشي كونفير الذي كان موجود في السرداب كانت شكل سبوية هذا على الأول أيام لكن تطور حين وصار الموضوع أن السوشي كونفير يتب مراحل معينة لكن لم ينجحت في الكويت ويسمونه غو سوشي حتى نتوقع في الإمارات في دبي مول لأن الشريحة المناكة غير عن الموجودة في الكويت فنحن نحن الوافدين يغطونا توقع سبعين من أمية من سكان الكويت فالسبعين من أمية حتى لو تفتح هذه النوعية السوشي ليس سيكون مناسب لهم غير عن الأجانب من الموجودة في الإمارات وأذكر أنه في الألفينات عندما يسألون أي شخص ما هي الصفات الزوج التي تبينا تقول أن أبي واحد ويأكل سوشي أنا استغربت لماذا لماذا يأكل سوشي نعم إنها مخصصة تصبح مجلسة تصبح مجلسة أجل أجل تصبح مطاعم يابانية تصبح مطاعم يابانية تصبح مطاعم تصبح مطاعم يجب أن يكون هناك سوشي في هذا المطعم نعم الآن إذا تخرج تأكل مطاعم أين تذهب تأكل لكي تتعرف ما يحدث في المطبخ نعم تتعرف أن الأشياء ما يحدث تتعرف نعم فعندما تذهب تأكل أين تذهب أنا لا أخرج مثل قبل أنا أفضل أطبخ أكل بالبيت خصوصا على آخر لايفستال قاعد عيش أنا ماشي على النظام بس أكل لحوم بس لحوم واكل بس أطبخ بس لو أطلع أبي أطلع أجرب مكان ما أجرب في الكويت يعني شيء جديد شيء جديد لأن لدينا مشكلة حسنا لا ينطلع الكويتين لا ينطلع لكن أنا أرى أن هناك مطعم كافكار بيرجرز 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 أكلات شعبية أكلات شعبية يتكرر بشكل غير طبيعي فإن لو أطلع أطلع أجرب شيء عمري لم أجربتها قبل يعني لو تقول لي فيصر في مطعم بيرجرز فتح بالكويت أقول لك لو تقول لي فيصر في مطعم اندونيسي فتح بالكويت أقول لك لأن الشيء نادر لا يفتح بالكويت فهذه المطاعمة أنا أحبها أزورها لأن أنا نفس ما قلت لدينا مطاعم بورجرز أي التكرار التكرار شكل غير وكل واحد يتميز بتكرار معين اللي استرابت منه لا يوجد مطاعم رامن وايد يمكن فقط على حسب يعني الرامن ما حسيت أن الناس دشت بالرامن مع أن الكل يأكل أندومي نعم 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 استرابت أن لا يوجد مطاعمة رامن بلوكويت لا 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 يوجد لأن أحد يتجرع لكن أصحاب مطعم مطعم تام بوفو الذين قرروا يفتحون هذا مطاعمة الشخص الذي قرر يفتح هذا نعم 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 ما يمكن أن يكون مناسب للذوق الكويتي وأنا أدري أن هناك شريحة ما يمكن استهدف ما شاء الله يا فول هاوس أو فولي بوكت أو أصل أو أصدق أذهب نعم ممتاز ممتاز اليوم كيف أذهب هنا نحن نطلب من كل مكان كل مكان يوجد محاولة ما هو أهمية المطعم المسفير مهم جدا على موضوع أنك تجدب الزبون لأنك بالنهاية خصوصا الكويتين عندما يذهبون إلى أماكن معينة يريد أن يرون أن يذهبون إلى هذا المكان أنا رأيت هذا المكان أنا صورت بهذا المكان الأجواء يجب أن تكون مناسبة على الطريقة التي يرونها هناك أماكن أنا رأيتها في أخر كم سنة عندما يذهب إلى مطعم معينة الأكل يكون عادي لكن يجب أن يجب أن يذهب إلى أسرع يجب أن يذهب إلى أجواء يجب أن تكون في الأجواء هناك مناسبة لديهم حركة في مدينة هذا المكان قائد يتعب دور كبير بموضوع المطاعم هناك أماكن أكلهم جيد لكن لا تصوروا بالداخل المكان هناك أماكن أسميهم بس الاكل مالهم شي جبار الفوت كولت يلعب دور كبير اكيد يعني انا بالنسبة لي في مطاعم راح اروح لها واقعد واكل داغل في مطاعم لا ديليفري بس خلاص يعني في شنو تعتقد انه يخلي الناس تنجذب انه تروح تقعد بالمكان الأجواء الأكل المنطقة وشنو السبورتنج بزنسز اللي يمها بالنهاية يعني انت اوكي اذا فتحت مطعم انت بمكان معين وانت عندك ما اقول منافسين بس اقول يعني سبورتنج بزنسز يمك الناس تبيح الشي يعني انا بالنهاية لو بروح باكل مثلا مطعم متخصص بمشويات تركية يمه في مكان متخصص الحلويات او مكان قهوة او مكان او مكان او مكان او مكان سأقول مجمعة كبيرة اذا فتحت هناك اجب الطرور ما تفتح بمكان هل تفتح بمكان معزول؟ جيد أحسن ولكن تفتح بمكان معزول يوجد رسك فاكتر مني ويوجد رسك فاكتر منك إذا مجمع تخسر بسرعة والمنافسة تكون غير طبيعية إذا تفتح بمكان معزول تفتح بمكان معزول لكن ماذا تتوفر لما يجعل الناس تتعني لك ما يميزك و لماذا وأسهلت تلك الممكان المكان مهم 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 إذا كنت تفتح بمكان معزول يجب أن تتوفر الناس لأنها تتوفر الناس لكن إذا كانت تتوفر الناس أو يوجد رسك أو لديك أي تميز و تفتح بمكان معزول وتفتح بمكان معزول لماذا أذهب إلى المناك؟ لن يتوفر الناس لم تذهب الناس أحوالي مثالي مثالي انت رأيك الشخصي شنو رأيك بالمقاطعة هل انت تشوف انها شيء ينجح او لا ينجح انا اتشوف انها شيء ينجح لان انا مقاطع الحمدلله و اكتشفت انه وايض اشياء بالمقاطعة يعني الليسته ما تنتهي تقريبا كل شيء بالعالم قاعد انقاطعي تقريبا يعني خلان نقول 90% من الاشياء لازم نقاطعها بس بنفس الوقت اكتشفت انه عندنا وايض بداية لمحد كان يدري عنها وبجودة اعلى يعني اللي يقول لا صعب وهذا يعني بالنهاية اوكي خنقول قهوة كم concept قهوة بالكويت عندنا وايض وايض قهوة يعني حتى اذا تبي الكبسولات يسويلك كبسولات تبي هذا اللي يكون يايلكشي فلتر تحط على الكوب وتصب عليه ماي موجود تبي تشتري بينز موجود يعني قهوة بالكويت الحمد الله موجودة وبكثرة مزين مطاعم كل شيء موجود تبي بيزا في لوكي في وايض موجودة ماكدونالدس في بديل عنده كنتاكي في بديل عنده في وايض يعني يعني برغر وايض مو شوية وايض وايض يعني يعني اللي يقول لنا المغاطاعة صاحبة لا وايض سهلة لاننا احنا الحمد لله بالاكل خاصة بالكويت لا لا في بداع في بداع وفي كريتفتي واحسن من الوكارات بعد فيه ايه احسن من الوكارات اللي متعودين عليها ايه ايه يعني اكل اللي تلاقيه بالجمعية نفسك الكاو حلاو اصدارك بشاء الله مادي ممكن اكون غلطان وممكن انت تصححني الواتساب حتى منظمنا الشغلات اللي لازم نقاطعها لانه مساند حق الشغلات الثانية اللي نقاطعها بس فيه شغلات حتى ما عندنا كنترول عليها يعني تقاطع مكثرة ما تقدر اوكي ما قلنا لأ بس تيب مراحل معينة يعني يعني اوكي انت بالناء على الشيء بينك بين نفسك انت تسوي بس فيه شغلات يعني مثل ما ذكرت لك الواتساب حتى شون بتغاطع انت ايه بس يعني واتساب ما فيه شتراك شهري تتفعل ايه نزين يعني قاعد تستخدمه ببلاش ايه صح عرفت شلون بس فيه اشياء نزين لا انت قاعد تتفعلها فلوس نزين فيعني انا بالنسبة لي اذا انا نزين قاعد ادفع حق صاروخ راح ينحذفه بمكان نزين خلني اواجه ايه بالضبط ايه على الاقل يعني ام دافع دافع ايه نزين I need to get my money's worth صح ولا لا صح ايه فمو انت اللي تاخذ وتسوي فيهم اللي تبي على كيف هم صح نزين فيعني بس يعني انا تشوف ان الحمد لله يعني لما تي حق اه فود و بفرج اندوستري بالكويت نزين البداي بالملايين ايه نعرفت شلون ايه يعني الشيء وايد زهل نزين فالحن تخلن رد حق فردس جيكس نزين جت لي soul food ايه ايه و افروسنتريك نزين ايه ايه ما يوجد ناس هذين يقولون انت يور كولتشر لأبروبرياتين لا كلش نزين يعني لو تفكر فيها اي كونسبت راح يكون كولتشر أبروبرياتين يعني انت فتحت مطعم ياباني انت مو ياباني فليش قاعد تسترضح من الاكل الياباني انت مو كذي فانا اتشوف ان يقولون كولتشر الابروبرياتين هذا كان فاضي الابروبرياتين فالنهاية الكويتين يهم شغل واحد و ما ميز عن مطعم الثاني الي انت قد تفتح و ما ميز الابروبرياتين بالنهاية عندك جدول عندما يريك إذا طارق العسكر و طلب منك مرة ثانية و كم مرة في السبوع يطلب منك فإذا أنا طالع عنك أنت تطلب في السبوع مرة أو كل سبوعين مرتين أنا مني ممتاز أنا أفعل شيئا جيد كناحة موضوع و البراند إدنتي وهذه أهمية الزبون الزبون لا يهم أن لحظة أنت ليس ياباني لماذا تفتح مطعم ياباني؟ أو أنت ليس في الصين هناك فئة من الناس هناك فئة ولكن من الكويت صغيرة لاحن مكبر أو أنت ليس لديك أفرو أمريكا كولتشر فأنت على أساس أن تفتح شيئا حسنا من أن يفتح هذا المشابه لا يوجد فأنت تميز بأكلك نظافة أكلك و البراند ليس لديك أفرو أمريكا و الناس سوف تأتيك و ترجع لك نعم الآن ما الذي يستخدم فردز فردز نرى أولاً نستخدم دياي طازج و لا نستخدم فروزن فود هذا هو الرغم واحد الرغم الاثنين الرغم البراندين و الباكاجينج مختلف جداً عن باجي منافسيني كنحي أنه كيف أستطيع أن أضع ميزة في الماركت رغم الثلاثة كما ذكرتك في البداية البودكاست أنا كنت أبي الافرو أمريكا أو سول فود أبيرانس لهذا الشيء لا تستخدمه يمكنني أن تقوم باكة يعني هناك كون برد؟ كون برد بلنزل قريب لن أتأكد أن يريب ولكن لدينا بسكتز حسناً هذه معلمة مهمة كتبت لك يا الله لا أستطيع أن تقوم برد هناك قصة أعرف أن يوتيبرون فيديو فيديو تقرأ المشاهدين و تضحك على ما يحدث لا أقول المشاهدين لكن المشاهدين لديك من أحد من المشاهدين التي أشترك فيها يقول أن هذا الشخص سأطلب من فرز لأنه لديه أفضل بسكوت في الكويت وهو البطل مك بسكتز الذي كان هناك قبل في بابايز و لم يكن يقوم بعمل البطل مك بسكتز فالناس سأطلب من فرز بسبب موضوع البطل مك بسكتز أو هذا الشخص سأطلب من فرز بسبب البطل مك بسكتز لكن يقول بسبب البطل مك بسكتز و يقول أنا أفضل أفضل فسبحان الله يعني مختلاف بالأضواق الناس أنا لا أستطيع أن أقول إذا راضيتك أنت براضي عشرة غيرك لا لأنه الأكل قليلا سبجكت يعني 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 بالضبط 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 أنا من أهلي لذلك أساس أنك أنت بيجرب يشوف الشخص يمكن على عمره يمكن على آخر الأربعينات أو نصف الأربعينات أوكي أخذت كومنتاته قال لي كيف لكن أنا أميل أكثر شيء من كنتاكي يعني جيل الطيبين قبل في الأربعينات وهم يجبون شيء يعني أنا لاحظت الشيء يعني شوف يعني أنا كلمت شخص شنو قال لي هم إنزين يقول يبي يطلب بيجزة ولكن يبي بيجزة نفس بيجزة إيه لأن فيها نستالجا إيه عرفت يعني في أشياء عندنا نستالجا تلعب دور فأنت تبي تتذكر الطعم اللي كليته قبل ويكون نفسه إيه إيه فيعني نستالجا تلعب دور كبير إذا نستالجا تلعب دور كبير إنت شنو تقدر تسوي علشان تغير الشيء هذا إيه يعني كيف تتميز نفسك إيه بالضبط يعني وفي ناس تقول لي يعني بصراحة أنت عندك أحلى تنقص بالكويت أو أنت عندك أحلى نقص بالكويت وهذا شيء ممتاز الحمد لله بس مولكل عنده نفس هالإحساس عن أكلي في غيري بيقولون لا ولا بصراحة أكلك عادي أنا تسفاين عادي أنا بالنهاية أستول أقدر عليه والأرزاقتي من رب العالمين بس أنا ما أقدر أقول حق نفسي إنه لازم أراضي كل الشخص موجود اللي قاعد يطلب عن كل التطبيقات هناك شيئات خارج سيطرت أنزين أنزين الآن أنت بلشت وقاعد تبيعي أي أنزين متى راح تروح وتطالع وترد إنه إذا الرسبي تحتاج التعديل تضبيط أو يعني شنو الفترة هذي شكثرة تكون طريبة شوف هو يقول في مثل ناسيانا واحد قال لي عنه يوكنات فكس يوكنات فكس يوكنات فكس يوكنات فكس يوكنات فكس يوكنات فكسرة مرة أخرى فإذا كنت تقوم بعمل منتج جديد نعم منتج جديد يعني أنا تقولي أنا على وشك لنزل نزل نزل نزلتها بحساب والناس كلا تسأل لا ينزل لا ينزل ف في النهاية يجب أن تضع عينك على منافسينك وعينك على مشروعك ماذا هو التروفل؟ اللي هو الفقع الفقع الإيطالي أو باللغة العربية الفصحة لا يريد أن يقولها صح الكمة ماذا؟ 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 نذكر أنا كنا بالدوام وقالت إيه إحنا كلينا كامية وقعد تتكلم كثرة الكامية كان حل وإذا كانت من سوريا ماذا؟ فتقول لنا كامية وكامية فأنا وإياه الثاني باللغة العربية نعرف ماذا كامية بعدين لما قالت لنا ماذا؟ 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 أجل الفقع؟ ماذا؟ هل كان مختلف ماذا؟ ماذا؟ أجل الفقع يضع فوق المتشبوس ماذا؟ لا أستطيع نعم 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 كان جيدا لكن الفقر الكويتي صعب على حسب موسم يمكنني أن أفكر عندما ندش الصيف يمكنني أن نزل شيئ ما لا علاقة بالديا مثل عرفت الفش فلي يمكنني أن نزل الفش فلي في فترة صيف فقط فترة معينة نعم هل تقوم بمزل تقوم بمزل أم سنديوية لدي سنديوية لدي تندرز وعندي بونن وعندي نوغتز وعندي صوصات مختلف صوصات حسنا أستطيع أن أقوم بمزل الصوص أقوم بمزل الصوص وأريد أن أقوم بمزل الصوص أنت أحسن الناس تختبر القرمشة على الأقل تشوف ستة أربعة الفيديوهات التي طالحها القرمشة فيك صحيح هناك ناس تبالغ هناك ناس تبالغ هناك ناس تبالغ لأن أسمع نفس الصوصات لا تغير ليس معقولة كلهم نفس الصوت لكن في نفس الوقت لديهم المايكات الصحة لتأخذ العدل قرمشة يجب أن نقوم بمزل الصوصات حق المايكات وقرمشة بالنهاية طارق أعني 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 تنزل شيء ما تكرر ما يميزك عن منافسينك بس نزل شيء ما تكرر ما قلنا لا هناك آلاف كونسبتات البقرات والأكاة الشعبية لكن ما يميزك عن منافسينك هذا هو السؤال لابد أن تكون لديك شغف حق الشيء هذا ولابد أن تكون لديك تمييز عن منافسينك هذا النصيحة لأعطيها حق كل الناس الذين تريدون بالغطاء على المطاعم يعني أنا كل واحد يقول لي ما عندك فكرة حق مطعم أقول زلابية بس قرمشة زلابية بس قرمشة الزين الزين زين في وحدة قلت لها عندي تى مع واقعر كونسبة لها قلت لها ترا ما يلقاح لا يلقاح بس يعني لما تقول تى تى مع واقعر إن زين و تبيعها أربعة ديه عادي يقول لهم شاي مع ما يلقاح ما يبوني تفوق لابد أن لا تنبع تلك 850 فلساني من مباركي يعني هناك مشكلة عندنا ان اي شيء اذا كان اسمه انجليزي او ياي من برا اننا زين اعرفت بس يعني شيء محلي الحين فيه توجه شوي اتشوف حق اشياء محلية يعني حلبونا خرد حق الكلتور مالنا وشذير فيه وايد يعني انا الحسب ان انا قاعد اشوفها طارق ان شنو ان الوكل كونسبت هي متغلب اكتر شيء وصدر شيء ان سمارد ان Till Globalين انجليزر xmo انجليزر داخل نادي او انا مكدونج او او الوكيل عام مكدونج لا أستطيع أن أغير برغر على راحتي أو أغير برغر على راحتي إلا أن أخذ إذن من أصحاب الوكالة لأن أي شيء تغير تعتبر مخالفة لأن أمنات على البروصيد الأساسي عن شون مينيو مكدولدز يجب أن يكون لأنهم لديهم معايير لأن كل فرانشايز تذهب لها نفس الطعام ليس فقط برغر كينغ أبسط مثال في أستراليا لا يسمى برغر كينغ يسمى هنغري جاكس وفي كل دولة مكدولدز لديهم كيف أستطيع أن أتكلم هناك معين عن نوعية الوشيزي برغر موجودة الأساسيات ترى نحن لدينا فلافل نحن لدينا مكاربيا في الهند لديهم المهاراجا برغر حسنا في أستراليا لأنهم معروفون باللحوم لديهم الأنغس بيرغر أو الأنغس بيرغر يعتمد على حسب المنطقة لكن البراند الأساسي موجودة الآن كارنفور نحن لديهم نحن لديهم نخاع لحوم نحن لديهم كيف حصلت لك؟ من شهر 9 سهل أو صعب؟ في البداية صعب ولكن ثم صعب لأنها ليست مسألة ماذا أكل أشعر أن أشعر أني لدي الطاقة أن أستطيع أن أقوم بعمل موضوع الهدف موثل قبل هذا الشيء موجود فيني أني لدي الطاقة أن أستطيع أن أقوم بعمل لأن ألعب مع عيالي موضوع موضوع الآن من اللحوم من الموجودة ماذا إذا تقوم بعمل ماذا تأخذ؟ أحب أن أأخذ توموهوك أحب كريته أحب تندرلوين أحب البرسكت لكن البرسكت يجب أن تطبخ بطريقة تاوي يجب أن يتصبح البرسكت أو يجب أن تقوم بطريقة لأن المسل الموجودة أحب المختلفة لماذا تقوم بعمل البرسكت منذ لا تستطيع تستطيع أن تقوم بعمل البرسكت منذ لا لكن تقوم بموضوع كل عبانة يجب أن تصبح المبقرة سبحان الله كل جزئية من الباردة تنطبخ بطريقة مختلفة هناك قصات مختصة لتنطبخ هناك قصات مختصة لتنطبخ الوصول على التنطبخ الذي يأخذ ثلاث ساعة إلى ساعتين نص وهناك قصة نص وماذا أقول لك أنا الآن أقوم بعمل دائت نعم نعم دائت مالي بسط نعم جيد نعم غادة وعشة سلطة عشة بيض ونوع بروتين نعم أنا ألعب على نوع بروتين بأن سلطة ثابتة مرة سلطة مرة أخرى مرة أخرى نعم فإذا كنت تقوم بأستيك وفي شيء ليس غالي وإذا كنت تقوم بطريقة أي قطعة رباية رباية ممتازة رباية ممتازة ولكن يعتمد على نوعية القصر يعني أخذها من نيوزلندي نيوزلندي أو الأسترالي هذا ممتاز نوعية الرباي ملح وفلفل وزبدا فقط وضعه على المقلاة ما كثر دقيقة؟ تأتي بميديم ميديم على حرارة عالية تقريبا دقيقتين على كل سايد حسنا لدي هذا لترى درجة الحرارة فإذا ضحيتها كم يجب أن تكون؟ تقريبا م 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 مم تكون الكبير الكبير لأстро الهدوة يجب إنها تستطيع حدثتها ويجب أن لا تستطيع حدثتها ودخل حدثتها حسنا فأنت أخذ بشكل مختلف لكن يعتمد على الثقنس بالنهاية إذا لديك شريحة 20 على 200 جرام ممتاز لكن إذا لديك شريحة ضعيفة ستطبخ بسرعة فلا تفردها سهل الطبخ في السوفي بالبداية هي مسألة كيف تفعل وكيف تضعه في السوفي لكن عندما تتعود نفسك على أول مرة سهلت أمورك لأنه أعطي لديك شريحة كل المستيكات يقومون بسوفي نعم السوفي ممتاز فقط يطلعهم ويقومون بسيرنك نعم هل يمكن أن تقوم بسيرنك في السوفي؟ لكن لا تقوم بسيرنك في السوفي إذا تقوم بسيرنك في السوفي ستنشفها لدرجة أن لا تكون جوسي حسنا بعد النهاية الثقنة يطلق وتطلق وكيف تكون جوسي تقوم بسيرنك بسيرنك تأخذ الزبدة الحارة ولكن لا تقوم بسيرنك ما هي خطتك حق فريس ً أين تراه رائحة فريس ً لقد فتحت هذا المطعم بوقت غريب في السنة لماذا؟ لأنني فتحت 10 أثنين شهر قبل رمضان ونحن نحن خاصة من إجازة العيد ونحن نحن نحن في فترة الصيف فهذه الفترة تعتبره في الكويت فأنا هدف الآن أن أبين الناس أتعرف على كونسبت الزيادة على أول سنة ونصف سنتين وقعتني أفرات كفراء في السعودية خصوصا في الشرقية وفي الرياض ولكنني لا أرى أنني جاهز عن هذا الشيء فأنا هدف أن أتوسع في الكويت ويكون على الأقل لدي مطبخين لثلاث مطابخ مركزية لأنني أغطي كل الشرائح وكل المناطق الكويت قبل أن أفتح أول داينين في الكويت فأبي المنو يتوسع وأريد أن أتمكن أن الناس والربحيات ليس فقط جلد الربحيات مسألة ما أستطيع أن الكويت التي أفتحت في اليوم الأول لأن الناس تمدحتها أريد أن أوثق نفسي وأتأكد ألف مني مني أن أفعل هذا الشيء خلال سنة ونصف سنتين حسناً يعني أنت تتبع أن الشيء يكون؟ استيبريتي أن يكون هناك شيء ثابت الجودة ثابتة لا يوجد شيء يتغير وليس أن تتوسعت وقبرت معناتها أن الجودة تضح لأن هناك الكثير من المطاعم تفتح أول مرة وتكون الجودة ممتازة وعالية لأنه يتوم برشة وبعدها فجأة ينزل مستواخرة يعني أنا لاحظت مثلاً أن يقولون روح المطعم بالمنطقة هذه أحلى من المنطقة بالضبط هذا الشيء قد أحاول أن أتجنب أنا لا أفعله بالنهاية أريد الجودة تكون ثابتة كناحة كولتي أنزل لأن الجودة تكون ثابتة هل هو شيء صعب؟ صعب إيه لأنني كشف أقدر أعطي مثال جدام موظفين عن شونا بها تصير وأنه لا أمسك الباب أطلع أنا ما عندي الضمان أن هذا الشيء سيكون باستمر دائماً فهي موضوع أنه ما هي جودة العمال التي تعتيبها أنت الآن بالمطبخ أنزل لكن إذا فتحت مكانين لا تكون بالمطبخين بنفس الوقت لا تحتاج ذراع يمين ذراع اليمين هو يروح يشوف فلازم أعين شخص وإن أنا مدربة وثق فيه وعارف أنا مكانياته وإن أقول له إذا أنا عطيتك الإرشادات واحدين ثانة 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 تروح وأنت عارف الجودة التي أعنا بها منك نزل استقطاب العمالة حق المطاعم صعب؟ باللكويت الآن ماذا؟ الآن ماذا؟ جيد صعب الآن خطوصا أن الآن في أماكن معينة جناسية معينة لا تقدر الكويت فأنت يجب أن تذهب إلى المنزل أو أنك تحاول تذهب من أماكن ثانية الآن مدام في صعوبات أن تستقطب عمالة الآن سأقول إذا وجدت أحد ماذا؟ أحد يكون لديه خبرة سابقة أو أنك تتعلم من البداية؟ لا خبرة سابقة ولكن تكون خبرة أساسية الآن العمال الذي لدي يجبت واحد موجود في الكويت حاولت إقامته من شركة قديمة لشركتي أنا ويجبت واحد من نيبال عن طريق مكتب توظيف مجرد شفت فيديوهاته وشون إيده خفيفة وشون يعرفي قصة ومثل أن هذا يجب عندما يبدأ أعرف الأساسيات كما هو كراس كنتيمتام كما هو كراس كنتيمتام لا يوجد قصة لدائي على هذه المنزلات التي تحتوي على وعندما أقص خفيفة تسمى كراس كنتيمتام البكتيريا والسلمون الآن سأتقل إلى الشارط الثاني هناك الثانية سأتعلم أعرف المنزلات برقيلة وعندي ميونيز ينتهي بعد أسبوع أستخدم ما ينتهي بعد أسبوع ما أستخدم ما ينتهي شهر ثلاثة ما يسمونه FIFO First in, First out هذه من الأساسيات أنت تكلمت في بداية البودكاست عن موضوع أهمية الدراسة في كالناني سكولز أهمية الدراسة في كالناني سكولز أنني علموك الأساسيات ما يسمونه Stock Inventory Management شون أنت تقدر لازم تسيطر أو يكون في عندك تنظيم عن الموارد الموجودة عندك داخل المطبخ حساس تحمي نفسك من مخالفات البلدية وتحمي نفسك من موضوع أنه لا يكون فيه أي مشاكل بموضوع الفود وحساسي فهذه الشغلات أنا أدورها الشخصي لكن أي شخص لا يعرف أساسيات الفود سيفتي ويا الله تعالي تعالي ما عندي وتعلم لا أنا كانت أفورد تقوم بها يعني أنني لا يوجد وقت أن أتعلم أحد حتى المؤسسات الكبيرة لا يوجد وقت لا يوجد وقت لأنها تدفع راتب وبالنهاية تكون مجازفة كبيرة أنه ممكن أن يغلط على أي شيء فهذه الفكرة يعني تلاقي ناس ذو خبرة صعبة ولمشكلة الوكال هاير أن الحين صغف الراتب تزيدك شوية يعني عادي واحد يطلب منك 500 دينار وهو قبل سنة ونصف و سنتين كان راتب 250 لأنه نطمن مكان لمكان على كل سنة ونصف على زيادة 50 على زيادة 100 دينار نعطي راتب متفع ما عندنا مانع بس مقابل ما أنا قاد أدفع هل أنا قاد أدفع هذا المبلغ عشان قاد أشيل مطعمي عدل هذا هو السؤول يعني هم من فيها مجازفة فيها مجازفة فيها مجازفة يعني أنا يعني صار لي تقريبا من شهر 2 فاتح مطعمي يوميا أنا منك يوميا أنا ما أقدر أقول حق نفسي أنه عينت أنا شخصين خلاص يقدارتاح أحطري العقاولة يالله هذا هو مجازفة سيجعلني لا 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 أولاً عندك أنت فاكتر المنافسة إذا منافسك المنافسين يقضون 2000 دينار في الشهرة حق دعاية وإعلان وحق ماركتين حق الإنفلونسر أنا لازم أقضي 3000 إذا منافسين ينزلون شغات يديدة بالمنيو تضمن مبيعات أنا لازم أزلهم بعد نفس الشي ليس نفس الشي بس هم أنا لازم أزل هم أنا لازم أزل إذا أمنا يضعون بوستات يومين بحسابات للإنستغرام للمطعم أنا لازم أضع بعد زيادة لازم تفهم طارق إن الفوذ البراج بالكويت يعني الشيء لا يرحم لا يرحم كناحية منافسة ولا يرحم كناحية موضوع جودة لازم تنافس بكل النواحي كناحية الدائع الإعلان كناحية الباكيجين كناحية البراند كناحية جودة الأكل وهذا الشي لازم أنت تكون أذرة 24 ساة حق الشي هذا إنزل فالحين قبل الله ننهي إنزل النصيحة تعطيها حق أي واحد قرر أنه يفتح مطعم يعني شنو شي واحد لازم يحط باله قبل الله يفتح مطعم المطعم هو استمرارية الصرف واستمرارية المتابعة بشكل غير طبيعي أنت عندك كابتل معين خنقول خمسين ألف تريد أن تفتح مطعم بسيط سواء كان دائنا ولا ديليفري بس نقول ديليفري أنت عندك مبلغ خمسين ألف استثمرت بمطعمك وراها الاستثمار عقب ما تصرف وكبتل عمالة وكبتل المنو دعنا ننطر هذا الغلط أنك تضع إيدك على خدك وتنطر لأنك صرفت المبلغ وفتحت المكان هذا المبلغ أنت صرفت لكي تضع لكي تضع لكي تشتري الموارد هناك مصاريف تشغيلية يجب أن تنصرف أسبوعيا يا طارق وهذا الشغل الذي يعتصد من الناس لكي تسكر الكويت لأن الناس يجب أن أصرف أنا أول مرة قطلت المبلغ حين أستطيع أضع إليه على خدي أنت لا تستطيع حقار أنت لم تبنيت بيت وإنك الأجار بشكل ثابت هذا مختلف مختلف يا طارق فالموضوع أن الناس الذين يريدون في هذا المجال يجب أن يستعد أن تصرف ويجب أن يجب أن تنافس مختلف ويجب أن أعتقد إذا لم يكن شيئا منك سيكون لديك كويس بالضبط أنا أتعامل مع دياي يومي أنا أستخدم دياي بشكل يومي فرش مبرد وليس مثلج فمو خش بالفريزر وانطر شهر شهرين على ما يبيع لا بشكل يومي أنا أصرف على دياي فرش فيه تكلفة ما أقولك لا مقارنة بين المبرد وبين الفروزن لكن الردود تسوى الناس تريد التطب الناس تقول أن أكلك نضيف الناس تقول أن لم أأكل دياي ما أحس أنا بلوعة أحس أن فرش أوكي فرايد فود ما أقول لا بس ما أحس بثقل ما أحس فيه مقارنة بين المطاعم الثانية فهذه الشغلات أرد إذا أنت لا لديك شغف في F&B اندستري لا تفتح لا تفتح وأنا أقول لكم دعوني يكون عندكم شغف وطابعونا لأسبوع اليوم ترجمة نانسي قنقر